طب ايا هو اي حد يقدر يمارس اليوجا ولا فيه شروط معينة لا اكيد اي حد يعني الاطفال يستحسن من سن خمس سنوات وحتى الاعمار الكبيرة ممكن لهم سبعينات حتى تمانينات كل ما احنا قادرين وبنتنفس نقدر نمارس اليوجا هي بس زي ما قلتلك لو حد عنده حالة معينة رجبته وضهره ومرض الماء يستحسن بس يبقى عنده استشارة طبية قبل ما يمارس وساعد بنشوف كمان الحوامل بيعملوا اليوجا بس اكيد برضو ليهم تمارين معينة مش كل التمارين تمارين معينة وبتبدأ تمارس اليوجا من رابع شهر من الرابع لحد قبل الولادة عادي او بالزبط طيب انت بقى درست اليوجا فين؟ تعلمتها ازاي؟ انا تعلمت هنا في مصر عادي جدا يعني دلوقتي الموضوع مش لازم الواحد يسافر الهندة او حتى امريكا او كندا دلوقتي فيه مدربين بقوا يجوا مصر والواحد يقدر يتمرن معاهم وهو مع نفسه لازم يتمرن طول الوقت فبقت حاجة كويسة ان هي متاحة للجميع حتى اونلاين زي ما قلنا اللي عايز يتمرن وعايز حاجة هيلقيها دلوقتي وفيه كزا نوع زي ما قلت ففيه نوع هادي زي ستريتشنج اكتر اسموها نيوجا فيه نوع فيه حركة سريعة بنسميها فينياسة اشتنجا فيه انواع مختلفة بتركز على التنفس وحركات معينة اكتر لها بالعلاقة بالجهاز العصبي والغدد اسمها كونداليني يوجا فدلوقتي فيه اختيارات بردو كتير قوي ممكن واحد يلاقي نفسه في حاجات معينة غير التاني فكله متاح وهيلاقي ده متوفر في مصري دلوقتي طب ايه انت احنا دلوقتي لو دخلنا على البروفيال بتاعك على السوشيال ميديا هنلاقي ان انت حطة تمارين انا ممكن اتعلم منها وانا قاعدة في البيت بالضبط اه انا كنت عاملة فيديوهات وقت الحظر كنت قرتي بمرن الناس في النادي في يوجا ستوديو وكلنا وقت الحظر قاعدنا في البيت فبدأت اعمل ده وانا كنت عارفة مين متابعني برضو فعشان كده دايما بس ااكد يبقى كل واحد عنده معرفة بنفسه هو قادر يعمل ايه او يبدأ ازاي يعني يستحسن يشوف فيديو انا بقول فيه ده للناس المبتدئة فيديو لكل المستويات لكن ما يدخلش كده فجأة يعمل حركة هو لو لسه مبتدئ خالص ومش متعرف على جسمه يعملها على طول عشان انواع الاكساد مختلفة ممكن حد يبقى بطبيعته مرن فالمرن ده محتاج يقوي عضلاته علشان ما يحصلش لقدر الله اي اصابة حد قوي قوي فمحتاج يبقى مرن عايزين زي اتزان زي حالة اتزان بنحاول نوصل لها